من دون الإفساح عن الأسباب أعلن في السعودية عن إيقاف برنامج الإعلامي السعودي داود الشريان الذي يحمل اسمه البرنامج الحواري الذي بثت ست حلقات فقط منه تناول مواضيع أثار جدلا واسعا من بينها هروب الفتيات انتشار المخدرات والأحياء العشوائية ومنذ عرض البرنامج على شاشة SBC المملوكة للدولة السعودية شهد حملة واسعة على منصات التواصل الإكرماعي تطالب بإيقافه بحجة الإساءة للمجتمع السعودي اليوم سنتحدث عن موضوع هروب الفتيات كان كل ما في برنامج مع داود الشريان الذي تعرضه قناة SBC الرسمية السعودية ينطق بسقف حريات لم تعهده المملكة سابقا بدأت علاجي هنا طبعا لازالت أوراق رسمية في السعودية أنثى أنا تعرضت للإقتصاب من أخي لما كان عمري التسع أو ثمان سنين فتح البرنامج خلال عمره القصير الذي لم يتجاوز الأسبوعين قبل قرار السلطات بتعليق بثه الأثير المغلقة على العديد من القضايا المحضورة فعرض للمشاهد السعودي للمرة الأولى وجهة نظار بعض الفتيات السعوديات الفارات من المملكة هربا من التضييق الأسري والاجتماعي ووجه للمسؤولين أسئلة محرجة بشأن اتهامات بتقصير السلطات في حماية المعنفات ونافست حلقة الأحياء العشوائية حلقة هروب الفتيات فيما فجرته من سجال فالحلقة عرضت مشاهد من الأحياء المنسية والمهمشة في العاصمة الرياض حيث تغيب الدولة ببنيتها التحتية وخدماتها وتحضر الجريمة المنظمة بما فيها الإتجار بالمخدرات وغاصل برنامج في القضايا الشائكة على مدى الحلقات الست التي سبقت قرار إيقافه حيث صلت الضوء على تطبيق أبشر الحكومي الذي اقترن بجدل ومطالبات غربية بحضره بسبب ما أشيع عن أنه يجيز للأزواج تعقب زوجاتهن والتجسس على تحركاتهن وخاض في قضية الإتجار بالبشر وفي معاناة الزوجات غير السعوديات وقد رأى الشريان في الجدل الذي أثاره برنامجه دليلا على ارتفاع سقف حرية التعبير الاهتمام مؤشر إلى أن إعلام السعودي عنده حرية التعبير وعنده سقف عالي في النقد علاقة داود الشريان اللي كانت عن هروب الفتيات بيد أن البرنامج أثار لغطاً وصخطاً كبيرين عبر منصات التواصل فقد اتهمه البعض بتشجيع الفتيات على الفرار أنت قاعدت ما قاعدت مجيتنا بالتسعير حق تمخدرات وألصق به البعض الآخر تهمة ترويج المخدرات ردود فعل يرجح أن تكون قد لعبت دوراً في قرار توقيف عرضه ورغم توقيفه ظل البرنامج محط سجال عبر منصات التواصل فقد اشتاح واسم إيقاف برنامج داود الشريان منصة تويتر في السعودية وتنوع التعليقات المغردين بين مؤيد لاستمرار عرض البرنامج ومؤيدين لقرار إيقافه من الرياض ينضم إلينا عبدالله القحطاني لواء طيار متقاعد وباحث سعودي في الدراسات الأمنية والاستراتيجية من جنيف يحيا عسيري رئيس منظمة القسطة لحقوق الإنسان أهلا بكم وضيفي الكريمين وأبدأ مع السيد عبدالله القحطاني عن هذا الجدل المثار بسبب عرض برنامج داود الشريان وحديثه عن أمور مسكوت عليها في المجتمع السعودي وكذلك الجدل الدائر بسبب إيقاف البرنامج تفضل عبدا يعني هذه حرية في المملكة العربية السعودية حينما ينادي الكثير في المملكة العربية السعودية مواطنين على مستوى طول البلاد وعرضها بإيقاف مثل هذه البرامج التي لا تخدم المجتمع ولا تصب في المصلحة العامة وإنما تثير المشاكل وتخرج معلومات غير حقيقية فهذا يدل على أننا في المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى نتمتع بحرية مطلقة لدى السلطات ولدى المسؤول ولدى حتى الإعلام سيد عبدالله لأنه آخر هذه البرامج اسمحني فقط لأنه نتكلم عن تعريف الحرية هل تعني الحرية هنا إغلاق برنامج تلفزيوني تحدث عن أشياء تحدث في المجتمع السعودي لا يريد أن يصلط الضوء عليها هل الحرية تعني إغلاق الأضواء لا لا هذا ليس المقصود وليس هذا المعني حينما يأتي مثل هذه البرامج إلى مناقشة أشياء الحقيقية وهي مختلقة وتدعو إلى المخدرات وتقول مقير صحيح ألا يوجد تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية برامج خاوية من الداخل اسمح لي اسمح لي أن تتحدث عن أن لا يوجد غروب للختيات السعودية هذه إحصائيات ألا توجد مخدرات في السعودية هذه إحصائيات سأقرأها عليك يا رد طيب لا طيب عطيني فرصة خلني أتكلم على الأقل نحن في المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم محاربة للمخدرات نحن في المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تسعى إلى منع الفقر وإلى مساعدة الناس بشكل عام نحن وحيدين في المملكة العربية السعودية تقريبا التي تدفع الدولة قروض بلا فوائد من أجل بناء المساكن أما أن يأتي مثل هذه البرامج الخالية التي لا معنى لها وليس لها أي هدف سوى إثارة البلبلة ووجود خلافات مجتمعية طيب جميل جدا المجتمع هو من رفضها ماذا تريدون الذي رفضها ليست المؤسسة الرسمية ليست المسؤول السعودي البعض يقول لك أنه رفضها جيش إلكتروني موجود على تويتر دعني أشرك السيد يحيى عسيري في الحوار كيف ينظر إلى مسألة إيقاف هذا البرنامج وتصليقه الضوءة على بعض الإشكالات في المجتمع السعودي سأعود إليك سيدي سأعود إليك أهلا ما أسمع السؤال نتكلم عن إيقاف برنامج داود الشريان الذي تحدث عن بعض الأمور المسكوطة عنها في المجتمع السعودي السيد عبدالله القحطاني يقول أن هذا البرنامج يستحق الإيقاف أنا أسمع ضيفكم يقول هذه حرية حرية مطلقة للدولة صحيح هناك حرية مطلقة للدولة السلطات السعودية لا يوجد لرقاب عليها وتمارس ما تريد بحرية مطلقة وهذه ليست الحرية التي ندعو إليها هذه الحرية التي تسمى عندما تكون مطلقة للدولة فتسمى استبدادا هذا الاستبداد من السلطات غير مقبول وغير مقبول على الإطلاق إيقاف برنامج تلفزيوني بسبب أنه خرج عن النص أو لأي أسباب كانت غير قانونية فهذا غير مقبول على الإطلاق يعني أنت تعرف أنه البرنامج معروض على قناة مملوكة للدولة السعودية طيب أنا اعتراضي على التقرير الذي تفضلتم به أنكم خيلتموا كأنه داود الشريان شخص مستقل أو كان البرنامج مستقل هذا غير صحيح على الإطلاق داود الشريان هو تابع للسلطات والبرنامج هو تابع للسلطات ما يحدث الآن إما أنه صراعات داخلية بين أجهزة السلطة وإما أنه تمثيلية من السلطات السعودية ما نطالب به نحن هو حرية حقيقية وحرية تسمح لجميع الأصوات أن تقول ما تريده بما لا يمس الأمن والسلم الوطني وبما لا يمس القانون العام في حين أن يكون هناك برامج حرة حقيقة تمثل عن الشعب وتمثل الشارع هنا نستطيع أن نقول أنه والله هناك حرية أما برنامج داود الشريان نفق تقريركم أنه والله دخل في غير لا لا يعني أنت ربما لم تستمع للتقرير بصورة جيدة التقرير ذكر أنه البرنامج لا اسمح لي اسمح لي البرنامج التحدث عن أنه داود الشريان يعمل في قناة مملوكة للدولة السعودية وأن هذا البرنامج تم إيقافه من الدولة السعودية فالتقرير لم يكن يتحدث عن داود الشريان كشخص التقرير يتحدث عن الذي جرى التقرير قال أنه فتح ملفات لم تكن تفتح من قبل وأنه مس المحظور وهذا صحيح هو فتح ملفات لم تفتح من قبل هل يستطيع أن يستطيع يحيح يا سيريا أو أن يتحدث عن الناشطات في السجون أو يتحدث عن التعذيب أو يتحدث عن قضية الجمال هذا كله غير صحيح الفكر في السعودية عندما يقول ضيفكم أن الدولة الوحيدة التي تدعم الفقراء أنا أحب أن أقول لمن لا يعرف السعودية أنها هي الدولة ربما من القلائل في العالم التي لا تعطي دعما للفقراء فعندما يخرج ضيفكم ويعيش في أحد الدول الأخرى أو عندما يبحث ويبحث كيف توزع ما يسمى البنفيت أو الضمان الاجتماعي في الخارج ثم يقارنه بالسعودية سوف يعلم تماما أنه لا يوجد ضمان اجتماعي بالسعودية فقط للأرملة ومن تجاوز سنة الذي يمكن العمل سعود إليه سعود إليه ولكن دعني أسأل السيد عبدالله القحطاني عن هذه النقطة المهمة الآن هناك توجه جديد رؤية جديدة للمملكة العربية السعودية مع ولي العهد محمد بن سلمان 2030 هناك فتح لدور السينما استقبال لفنانين عالميين هناك وجه آخر للمملكة هذا الوجه الآخر للمملكة ألا يحتاج إعلاما حقيقيا يسلط الضوء على النقاط السلبية حتى يتم إصلاحها طيب جميل أعطيني الفرصة لا تقاطعوني أرجوك جميل جدا جميل جدا يعني نحن في المملكة العربية السعودية لدينا رؤية عالمية 2030 هذه الرؤية ضمن مخرجاتها أن يكون لدينا إعلام متفوق وجيد وصريح ويخدم التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية يا سيدي حرياتنا بما فيها الإعلام هي تنبع من مبادئنا من قيمنا الداخلية من إرادة شعبنا من إرادتنا كمواطنين أنا مستقل لست موظفا حكوميا وبالتالي هذا الإعلام يجب أن يمثلنا كما نحن لا كما يريد الآخرين لا كما تريدون أنتم بكل وضوح نحن هنا حريتنا نفهمها بطريقتنا لا فقط دعني أذكرك مرة أخرى لا يوجد لدينا هوملس ولا يوجد لدينا مطل مقاطعة ومخدرات ولا يوجد لدينا مثليين وتشيئ لهم لا اسمح لي هذا البرنامج عرض على قناة سعودية لم يعرض على قناة الحرة على فكرة يعني عرض في قناة سعودية وأغلق في قناة سعودية فهو يعني الأمر يعنيكم أنتم بالدرجة الأولى ولا يعنينا طيب دعنيكم لي أخي لا أنت قلت أنتم تريدون نحن لا نريد شيء طيب جميل جدا أنتم ذكرتم قبل قليل ولم تكونوا صادقين أنتم قبل قليل وأيضا ضيفك الأخ يحيا ذكرتم كلام غير حقيقي الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية رحمه الله زار أحياء فقيرة لا يمكن لأحدا يتصورها وأخرجها الإعلام السعودي وموجودة على اليوتيوب أتعبوا أنفسكم وبحثوا عنها نحن لا نتورى عن حل المشاكل ولا عن وضع تسليط الضوء عليها ولكن أن يختلق شيء أن يأتي مثل هذا البرنامج الهزيل الفارغ الإسفافي الذي يسعى إلى نشر أشياء غير حقيقية بل يدعو إلى المخدرات ويدعو إلى الهروب من المملكة العربية السعودية وكأن الموضوع بخنوقين العالم هنا وهم في حرية تامة الذين هربوا ليسوا فقراء هذا البرنامج كان يحاول أن يلقي باللوم على مؤسسات المجتمع المدني أو على المؤسسات الاجتماعية السعودية وكأن الذين هربنا من السعودية هم لاجئات في دور رعاية في المملكة بينما هم مجسوري الحال وهم معروفين مرفهين أصلا طيب تخلي السيد عسيري يرود عليك سيادة اللواء الذي يخرج بهذه المواضيع أيقن الشعب السعودي لحظة أرجوك دقيقة علم الشعب السعودي أنه يريد ضرب وحدته وأنه يريد تخريب صورتها أمام العالم فقام الشعب وقال لا أريد هذا المرنامج يعني ما مصلحة داودي الشريان في ذلك أليست هذه حرية أليست هذه برعال مؤتن المملكة العربية السعودية سيد عسيري تفضل بالرد أولا يقول نحن نريد الحرية وفق رؤيتنا لا وفق رؤيتكم الحرية لا تكون وفق رؤية السلطات تكون وفق رؤية الشارع والشعب وهذا ما ننادي به فليسمح تسمح السلطات السعودية للشارع اللي يقولها كلمته لنعرف رؤيتها كيف نعرف رؤية الشارع ونتحدث باسم الشارع ونقول أن محمد بن سلمان يمثل الشارع وأن رؤية 2030 تمثل الشارع وأن وجه جديد للمنبكة ونحن لم نسمع صورة الشعب تعال شوفها عندنا أنت لا تعلمها طيب قلينا نكلم بل إن من يعترض يذهب إلى السجن لمجرد تغريدة واحدة السجون ملأة بالأشخاص الذين اعترضوا على محمد بن سلمان أو اعترضوا على سياسات الدولة هذه الرؤية الأحادية الإقصائية المتطرفة هذه غير مقبولة على الإطلاق كما نقول هذه رؤيتنا ترديد فقط مقامة السلطات الفقر الذي تحدث عنه دعني أقول لك بعض المعلومات سيدي المملكة العربية السعودية مصنفة كواحدة من أقوى عشر دول في العالم هناك ترحيب كبير برؤية ولي العد السعودي محمد بن سلمان علاقات ممتازة مع كل الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع كندا حتى كندا مؤخرا نفت مسألة عدم بيع سلاح للمملكة على خلفية قضية خاشخجي يعني ما أردت أن أقوله إنه المملكة كدولة دولة قوية المملكة تقول السعودية أنها التاسع على العالم إذا كانت التاسع على العالم فإن الحوثي هو الثامن على العالم المملكة عندما تقول أنها التاسع على العالم هذا لأنها دولة رائعية تملك هذا النفط الذي وامن كل الشعب تتصرف فيه السلطات فلذلك لديها حلفاء من الغرب لأنهم يريدون النفط ويريدون المال الذي تتحكم به السلطات بمفردها الملك عبد الله عندما زار الأحياء الفقيرة كان ذلك بعد ضغوط شديدة جدا ورأينا التقرير الذي قدمه بن إميرسون أو فيليف إليستون عن الفقر الموجود في السعودية المقرر الخاص للأمم المتحدة فعندما يزور الملك عبدالله أحيانا فقيره ويصوره دون أن يحل المشكلة فهذا ليس محل الفقر ثم أذكركم وأذكر ضيفكم أنه لم يكن أحد يعترف بالفقر حتى اعترفت السلطات فلما اعترفت السلطات قالوا هذه الشفافية أين أنتم قول أن تعترف السلطات عندما كنا نتحدث عن الفقر ثم تكذبوننا ثم يقول أيضا مؤسسات المجتمع المدني أحب أن أنوه أن أحد أهم المطالب التي نطالب بها هو تأسيس أو السماح لمؤسسات المجتمع المدني لأننا في هذه الدولة لا نملك مؤسسات المجتمع المدني على الإطلاق لا يوجد على الإطلاق هناك جمعيات خيرية تجمع أموال من أجل لغاثة فقط لا يوجد أي مؤسسة حقوقية مستقلة على الإطلاق لا يوجد أي إعلام مصرح له في الداخل دعني أعطي الكلمة الأخيرة لسير عبدالله القحطاني سير عبدالله أرجوك وباختصال شديد كلمة أخيرة في هذا الحوار سير عسير إذا من انتهى سير عبدالله القحطاني حق الرد وباختصال لا يوجد لدينا مشكلة إعلامنا في المملكة العربية السعودية هو يمثل ثقافتنا المحلية في المملكة السلطات والحكومة السعودية لا تتدخل في شأن المجتمع وإنما تمهد له السبل أمام تحقيق ما يريد إعلامنا في المملكة العربية السعودية يجب أن يقل يمثل نحن ثقافتنا ومعرفتنا وثوابتنا أما أن يأتينا من خارج بلادنا من يطالبنا لأن ننقل إعلامهم أو ثقافتهم هذا أصبع رفور لذلك أن مرفض هذا البرنامج التافه هو الشعب السعودي وليست السلطات السعودية السلطات السعودية استجابت روية الشارع لا أريد هذا البرنامج عذراني وضحت الفكرة كذلك يحيى عسيري من جنيف رئيس منظمة طيب اسمحوا لي أشكركم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لكم